السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد ربي دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن موبايل جديد من سامسونج وهو الجالكسي A04S موبايل جديد من سامسونج علانة عنه بشكل رسمي في الخارج ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف كل شيء عن الموبايل بالتفصيل كل ما عليكم انكم تتفرجوا للاخر وانتم تتفرجوا وعملوا لايك خلي الفيديو يوصل لناس اكتر واكتر ولو عجبكم المحتوى اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد في عالم الموبايلات والتكنولوجيا ويلا بينا ندخل في كل التفاصيل اهلا بحضراتكم من جديد في عالم الموبايلات حبدأ معاكم بالمواصفات العادية في الجالكسي A04S وحبدأ بالتصميم الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية بالكامل سواء الظهر او الاطار الجانيبي اما الوجهة الامامية من الازاز ابعاد الموبايل الطول 164.7 ميلي اما العرض 76.7 ميلي والسمك 9.1 ميلي للأسف الموبايل هيكون تخين شوية والوزن 195 جرام التصميم كويس جدا مفهوش اي مشاكل يعيبه بس السمك تخين ولكن ده مع الوقت هتتعود على تخانة وتقل الموبايل لان 195 جرام تقيل شوية طبعا الموبايل بيدعم شرحتين اتصاله وبيدعم تركيب كارت مومري وبيدعم بصمة الاسبع وبصمة الوجه بصمة الاسبع موجودة على زر الباور وبيدعم خاصية ال NFC للدفع الالكتروني الزكي او نقل الملفات عن كرب لو عايز تعرف يعني ايه NFC حاسبلك اللينك في خانة الوصف اسفل الفيديو وكمان الموبايل بيدعم الواي فاي والبلتود والموقع الجي بي اس كمان الموبايل بيدعم منفذ سماعات الاذن سماعات الهندي فري اما نظام تشغيل الموبايل اندرويد 12 مع وجهة 1UI 4.1 احداث اصدار دي بقى المواصفات العادية اللي موجودة في الجالاكسي A04S نيجي للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتكرر هتشتري الموبايل ولا لا وحبدأ بالشاشة شاشة الجالاكسي A04S IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بجودة الHD بلس بضقة 720 بيكسل في 1600 بيكسل ومعدل سطوع 400 شمع وكثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز وده هيفرق في اداء الشاشة ونسبة العرض الى الطول 20 الى 9 وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليل ووضع حماية العين واللي هيفرق نوعا ما في اداء الشاشة معدل تحديث 90 هرتز كنت اتمنى ان سامسونج تقدم شاشة اقوى من كده ولكن ده ما حصلش الموبايل مش هستحمل الالعاب تقيلة اللي الجرافيكس بتاعه بيكون عالي زي PUBG فلو انت هتشتري الموبايل ده PUBG ما انصحكش بيه لان اداءه هيكون على قده وده طبعا لان الشاشة ارقامها ضعيفة جدا الموبايل ممكن يكون كويس في الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او في اي تصفح تاني ولكن في الالعاب التهيلة زي ما قلتلك بلاش الموبايل ده خالص مساحة تخزين الجالاكسي A04S الموبايل بتلق نسخ النسخة الاولى رام 3 جيجا وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت والنسخة التانية رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت اما النسخة التالتة والاخيرة رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت والموبايل بيدعم تركيب كارت مومر لحد واحد طيرة اما عن اداء الجالاكسي A04S المعالج اكسينوس 850 ثماني نواب دك التصنيع 8 نانو متر والمعالج الرسومي مالي جي 52 المعالج في الانترنت او في التصفح العادي هيقدم اداء كويس جدا ولكن في الالعاب ما نصحكش به خاصة الالعاب التقيلة لو هتلعب الالعاب خفيفة زي مثلا سابوي او الالعاب اللي زي كده الموبايل هيقدم اداء كويس ولكن الالعاب التقيلة زي بوبجي او كول افديوتي او فري فاير ما نصحكش به خالص وده للامانة وللتوضيح ده بالنسبة الاداء الجالاكسي A04S نيجي بقى للكاميرات الكاميرا الامامية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وبتدعم الHDR والتجميل وتصوير الفيديوهات بجودة الFull HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية للأسف ارقام الكاميرا الامامية ضعيفة وحتقدم اداء مقبول مش اداء عالي متنتظرش اداء يكون قوي لان الموبايل ضمن الفئة السعرية الاقتصادية والارقام خير دليل على ذلك ده بالنسبة للكاميرا الامامية نيجي للكاميرات الخلفية 3 كاميرات مع فلاش ليد الكاميرا الاولى والاساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 اما الكاميرا التانية بدقة 2 ميجا بيكسل للتصوير المكرو بتقرب الاشياء السغيرة بفتحة عدسة 2.4 اما الكاميرا التالتة والاخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل للعزل والبروتري بفتحة عدسة 2.4 الكاميرات بتدعم الHDR والبانوراما والتصوير المتتابع ووضع شرط الكاف وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ Full HD بمعدل انتقاد 30 اطار في الثانية الميزة الوحيدة في الجالاكسي A04S الكاميرات الخلفية اللي بتكون بدقة 50 ميجا بيكسل وطبعا كاميرات سامسونج بالزاد بتختلف عن اي كاميرات في اي موبايل تاني لان اصلا سامسونج هي المصنع العدسات الكاميرات فبالتالي اداء الكاميرات في الجالاكسي A04S هيقدم اداء جيد جدا سواء من ناحية الجودة او الالوان اما عن البطارية في الجالاكسي A04S بساعة 5000 ميلي امبير وشاحن بقود 15 وقت ومنفذ الشحن تايب سي والبطارية بتدعم الشحن العكسي تقدر تستخدم الموبايل زي الباوربانك برضو من المميزات في الجالاكسي A04S البطارية القوية اللي حتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات الوان الجالاكسي A04S الموبايل باربع الوان الاسود والنحاسي والابيض والاخدر دي كل المواصفات اللي موجودة في الجالاكسي A04S نيجل فتح قلبة الموبايل بيكون موجود في العلبة الموبايل ومعها راس الشاحن وكابل يو سي بي ودبوس معدني وسماعات الاذن وكتاب تعليمات الاستخدام وشهادة الضمان ده بالنسبة لمحتويات قلبة الجالاكسي A04S نيجل اخر حاجة وهي سعر الموبايل السعر اللي هقوله سعر الموبايل في الخارج 173 دولار بالمصر حوالي 4000 جنيه وبالسعودي 639 ريال وبالاماراتي 629 درهم وسعر الموبايل في الكويت 51 دينار وفي الاردن 121 دينار وسعر الموبايل في فلسطين 837 شيكل وفي الجزائر 35853 دينار اما سعر الموبايل في المغرب 1824 درهم مغريبي والسعر في ليبيا 956 دينار ليبي وأخيرا سعر الموبايل في العراق 252 473 دينار عراقي ده سعر الموبايل المعلن في الخارج لو حابب تعرف سعر الموبايل بعملة بلدك سيب لي تعليق وحرد عليك فورا ولو عجبك الفيديو اعمل لايك خليه يوصل لغيرك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد فعالة من الموبايلات والتكنولوجيا اشوفكم على خير في فيديو جديد سلام موسيقى 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 موسيقى